المحى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتل بينيت إلى إمكانية شن عملية برية وتوغل في جنين وأشار إلى أن هناك خيارات كثيرة مطروحة على الطاولة وأن حكومته تتبع ما وصفها بسياسة العصى والجزر وقال بينيت في تصريحات صحفية أن موجة العمليات الأخيرة تمتاز بأنها عمليات فردية وهو أمر أكثر تعقيدا من الناحية الاستخباراتية وأضاف أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو المبادرة لعمليات اعتقال وتصفية من وصفهم بالإرهابيين كما فعلت في جنين ومناطق أخرى على حد قوله كما قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أن تل أبيب جاهزة لأي تصعيد على كافة الجبهات بما فيها لبنان وقطع غزة وأضاف جانتس في كلمة أمام باحثين وصحفيين أجانب أنه من الجيد قيام السلطة الفلسطينية بالتنديد بالعمليات الأخيرة لكنه طالبها باتخاذ خطوات أيضا ضد مسؤولين كبار فيها وخاصة في منطقة جنين معتبرا أنهم يشجعون التحريض وينشطون ضد إسرائيل ويمسون بالسلطة الفلسطينية نفسها وبالسكان الفلسطينيين وفق تعبيره